اكثر من مئة يوم على اتفاق السويد المتعثة يتزامن هذا التاريخ مع مرور اكثر من اربع سنوات على انقلاب الميليشيا على دولة اليمنيين رحلة معقدة وشائكة يخوضها اليمنيون على اكثر من صعيد فيما باتت تحركات المبعوث الاممي ازاء الاخفاقات المتكررة ضربا من العبث الدبلوماسي والسير بمحاذاة المشكلة وحلولها وعوضا عن السعي الجاد والضغط من اجل تنفيذ اتفاق ستوكهون والزام ميليشيات الحوثي بانفاذها تذهب الامم المتحدة ومبعوثها الى تنظيم فعاليات ومؤتمرات على هامش اغفاقها في حلحلة الازمة اليمنية لم يتوقف الرجل وحرص على الظهور امام شاشات التلفزة لكنها هذه المرة من زاوية مختلفة فبدلا عن اشرافه على اتفاق تبادل السجناء بين الحكومة الشرعية والحوثيين في عمان بعد الموقف المتسلب من قبل ميليشيات الحوثي ذهب المبعوث الاممي للدعوة الى اشراك النساء والشباب وممثلي المجتمع المدني في صنع وبناء السلام في اليمن السلام الذي لم تستطع الامم المتحدة والمجتمع الدولي احراز اي تقدم بشأنه ناهك عن التزامات العالم امام معاناة اليمنيين من كوارث متعددة ومعقدة بدأت بالحرب ولم تمتهي بالجوع والاوبئة فقد اعلنت الامم المتحدة ذاتها انه تم الابلاغ عن نحو 109 الاف حالة اصابة بالكوليرا والاسهال المائي الحاد في اليمن يقول متابعون اذا كانت المشكلة واضحة والحلول واضحة فان ما يمارسه جريفث هو هروب من الاستحقاقات الحقيقية والاستهلاك السياسي للمرأة وادراجها في قضايا على هامش الصراع بعيدا عن الحلول الواقعية من قام بالحرب والانقلاب معروف ومحاولة لفت نظر العالم الى مواضيع ثانوية بعيدة عن مواجهة المشكلة هو ترك البلد نهبا للضياع النساء حاضرة في المسار السياسي اما في الحرب فان الاصوات المدنية تغيب امام اصوات الرصاص ترجمة نانسي قنقر